بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات سلسلة المراجعة النهائية إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنحل اتنين امتحان نموذج امتحان على theme 3 ونموذج امتحان على theme 4 بحيث إن احنا نكون غطينا كل الأسئلة وغطينا كل الدروس في المنهج بشكل تفصيلي أكبر فخلونا نبدأ كده مع التست 1 على theme 3 ونشوف الأسئلة مع بعض نمبر 1 نمبر 1 نقطة is a web browser that comes with Microsoft Windows طبعاً الweb browser اللي بيجي مع الwindows ده على طول اللي هو Microsoft Edge أحدش يقول لجوجل كروم لأن جوجل كروم ده مش بيجي هو براوزر وكل حاجة ولكن مش بيجي مع الwindows نمبر 2 نقطة is an example of synchronous communication example of synchronous communication اللي هو live tv show احنا قلنا دايماً synchronous communication أي حاجة live فهي دي على طول synchronous communication طيب مثال على ايه تاني على synchronous communication تاني زي الفيديو تشات وزي instant messaging تمام وزي التشات روم فدي كلها examples على synchronous communication نمبر 3 respecting others privacy is one of your not as a digital citizen احترام خصية الآخرين دي بقى تعتبر ايه طبعاً من responsibilities او من مسئولياتي as a digital citizen نمبر 4 نقطة provides one of the largest collections of online educational resources all over the world يعني واحد من اكبر بيكون موجود في بقى اكبر من اكبر collections او التجمعات لل online sources اللي موجودة حول العالم ده اللي هو الايجيبشن نولد جبانك نمبر 5 نقطة is an example of commercial website الcommercial website زي ايه طبعاً المواقع التجارية اللي هي زي الامازون نمبر 6 مسكينر used an application called noot to collect data about PPE letter مسكينر كانت بستخدم application اسمه ايه طبعاً derby tracker نمبر 7 it is okay to be casual in tune if you are communicating with no casual in tune يعني الاسلوب بتاعك يكون casual يعني informal غير رسمي فده انا بستخدم الاسلوب الغير رسمي او ال casual ده مع مين؟ طبعاً مع الايه؟ مع ال family member حد من عيلتي او مع ال friends ممكن استخدم casual tour طبعاً نمبر 8 نقط help you save time and find information easily اللي بيساعدني بقى ان انا يوفر لي save time يوفر لي وقتي ويخليني اه 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 الاقي ال information بسهولة طبعاً المينيوز اللي هي بتبقى موجودة في الweb sites بتاعدني على حاجة زي كانت طيب السؤال التاني true or false اه نمبر 1 always be sure your message is clear when communicating online true or false طبعاً true لازم نتأكد ان المسيج بتاعتنا واضحة لما بن communicate مع حد online نمبر 2 miss kainer was collecting letter data alone miss kainer دي كانت بتجمع المخلفات ديت لوحدها لأ طبعاً false لان كان معاها ناس كتير followers و student وناس بيتابعوها على ال social media نمبر 3 helpful websites have search engines inside their website يعني المواقع المفيدة بيكون موجود فيها search engine داخل السايت نفسه فطبعاً ده ايه true نمبر 4 the Egyptian knowledge bank offer material that is subject to copyright يعني ايه subject to copyright ال Egyptian knowledge bank بيكون موجود في material المaterial دي بيكون لها حقوق نشر subject to copyright يعني لها حقوق نشر يعني ايه فدي ميزة موجودة في ال Egyptian knowledge bank ان هو في حاجة زي كده فهنا الجملة ديت هتبقى ايه هتبقى true number five commercial websites often include customer reviews commercial websites دي المواقع التجارية بيكون موجود فيها customer review صح ولا غلط طبعاً true customer reviews ديت هي اللي بتساعدنا ان احنا اه نعرف اكتر عن المنتج ده وناخد قرار ازا كنا هنشتري المنتج ده ولا لا طيب number six one of the most famous search engine is bing من اكتر search engines المشهورين بقى اللي هو bing true or false طبعاً true عندنا two search engines مشهورين جداً اللي هو جوجل طبعاً وده اكتر حاجة كوبلر او شعبي او معروض بين الناس وكمان فيه ال search engine اسمه bing وده من اللي عملته شركة مايكروسوفت طيب number seven you shouldn't exhibit positive behavior in interaction with other خلي بالك هنا من ال negative هو بيقول لي you shouldn't يعني انت المفروض ما تظهرش positive behavior او سلوك ايجابي في التعامل بتاعك مع الاخرين ده true or false طبعاً هنا الجملة هتبقى ايه هتبقى false طيب كده ده النموذج الاول او الاختبار الاول على team three تعالوا مع بعض بقى كده نشوف ايه نشوف اختبار تاني على team four هناخد برضو test number one على team four المحور الرابع فالسؤال الاول number one to add titles or labels of a graph you can choose from the toolbar عشان خلي بالك هنا بيقول لي add عشان اadd title او label graph او فالمفروض ان انا اختار ايه كلمة add هنا طالما قال لي add ان انا بضيف حاجة زي title او label يبقى هنا المناسبة لها add chart element وadd مع الاد على طول بضيف element معين يبقى انا بضيفه زي title او label بضيفه من add chart element لو قال لي بقى change color بغير اللون ف change color ده بيكون منين بيكون من format نخلي بالنا من حاجة زي كده كويس جدا طيب number two two فهنا بيسألني الفوصل فيولز دي زي ايه بتبقى موجودة في الطبيعة زي ايه زي الكول اللي هو الفحم ولا زي ال natural gaz الغاز الطبيعي والايل اللي هو البترول فهنا الاجابة هتبقى c اللي هي كل الحاجات دي تعتبر بوصل فيولز. طيب. نمبر سري دكتور بونس دليو يوز نقط تو مونيتور زا ابلاينز. يعني دكتور بونس دليو دي كان بيستخدم ايه عشان يرائب بيها الاجهزة. فطبعا كان بيستخدم الايه السنسورز. طيب. نمبر فور. if you don't use official store only download software from sources. نقط. from طبعا trusted sources. بيقول لي لو انت ما عملتش او انت ما استخدمتش ال official stores اللي هي ال official اللي هي الرسمية. فانت لما تيجي تدعمل download software من موقع غير الموقع بتاع الشركة نفسها او الحاجة ال official. فاعمل ده ولود او تأكد ان انت بتعمل ده ولود ده هو من او من مصدر ايه موصوق فيه عشان ما يكونش فيه فيروس او حاجة تضر. نمبر فايف ده نقط system is called the base two system. انا system بقى اللي اسمه base two system. طبعا ده اللي هو binary number system. عشان بيكون فيه حاجتين اتنين بس. بيكون بيعتمد على الزيرو والوان. طيب. نمبر سيكس والسؤال ده على فكرة اللي هو الملغي بس دي ات معلومة لكوبرتو. نمبر سيكس نقط just like your favorite tv show or movie. اه ده اللي هو ال effective presentation. لما تعمل presentation كده فعالة وكويسة وجيدة فهي بيقول لي بتبقى بالزبط. زي your favorite tv show. زي البرنامج التلفزيوني او زي الفيلم اللي هو اه اللي انت تحبه يعني او تحب ان انت تتفرج عليه. لان هو بيكون فيه تسلسل في البرزنتيشن كده. طيب. نمبر سيفن. الفونت سايز اللي هو بيستخدم في البرزنتيشن. المفروض ان هو ايه? خلي بالك هتبقى هنا سيرتي. بس المفروض هنا فيه غلطة في السؤال. هنا المفروض shouldn't shouldn't be smaller than يعني المفروض مايقلش عن سيرتي بوينت سايز. عندنا في في الباور بوينت في قاعدة تين توينتي سيرتي. فالتين ديت ان عدد مايزتش عن عشرة. والتوينتي معناها ان الوقت بتاع البرزنتيشن مايزتش عن معناها ان او حجم الخط مايقلش مايقلش عن ايه? عن مهم جدا نعرف الرول دي كويس جدا. طيب نمبر ايت دكتور بونس دليو. يوز التكنولوجي تو كولكت ديتا. طبعا. تو بلان فور زا فيوتشر عشان يخطط المستقل. طيب نمبر تو نمبر وان. مايكروسوفت وورد از يوز تو كولكت نوميريك ديتا. هنا الاجابة هتبقى فولس. نوميريك ديتا يعني النومبرز الارقام. فالبرنامج بقى اللي بنجمع بالنوميريك ديتا ده هو برنامج الاكسل. نومبر تو يوشوت بروسسزا كولكتد اه يوشوت بروسزا كولكتد ديتا توجد تو زا ريزلت اند شير زيم وز ازرد. يعني الكلام ده بيقول لي المفروض ان انت اه تعمل بروسسنج للكولكتد ديتا ديتا الديتا اللي انت جمعتها عشان تحصل على ايه ويه وتعمل لها شير مع الاخرين فطبعا ديت هتبقى نومبر سري هو هنا في في هنا كلمة المفروض دي كولكتد ديتا فكلمة ديتا هنا نقصة من في السؤال. نومبر سري word art is an amazing excel feature. الورد ارت ده دي feature موجودة في برنامج الاكسل. نومبر فور. the intellectual property rights of others are not important when using their photos or videos. true or false? طبعا فولز. ليه? لان السؤال بيقول لي ان حقوق الملكية الفكرية للاخرين بتكون not important. بتكون مش مهمة لما نستخدم الفوتوز او الفيديوز بتاعتهم. طبعا الكلام ده false. هي مهمة جدا طبعا. طيب. the rule ten twenty thirty is used in Microsoft excel. احنا لسه اعلنها من شوية. الرول دي بنستخدمها في الاكسل? لأ false طبعا. عمال بنستخدمها في برنامج ايه? بنستخدمها برنامج الpowerpoint لما نيجي نعمل presentation. number six. you can insert audio to enhance the text in your slide show. true or false? طبعا true. يعني ايه بقى? يعني ايه? insert audio to enhance the text. انا لما باجي اعمل slide show او presentation فطبعا بيكون موجود فيها text وبرضو ممكن يكون موجود فيها image. لما بدخل اوديو او صوت كمان مع في البرزنتيشن دي. انا كده بقى enhance the text او ان انا بحسن the text وبخلي البرزنتيشن بتاعته تبقى more effective. طيب. number seven. you can save a web page from edit menu. انا ممكن اعمل safe للweb page من الedit menu. true or false. هنا الجملة دي ات false. بس false ليه بقى? مهم نعرف الاجابة بتاعتنا true or false نعرف السبب. هي false لان انا اقدر اعمل safe للweb page ولكن مش من edit menu. او ما المنين بالزبط? من الفايل menu. بكده نكون حلينا two exams على السيم سري وعلى السيم فور. اتمنى تكون الاسئلة اللي حلناها عملت درتو تعملو بها refresh للايه للمنهج. وان شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة بحيس ان انتو تدخلوا الامتحان وانتو متطمنين. وبعد كده تيجو وتبقى تقولولي بقى ان انتو جبتوا الفول مارت بازن الله. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ان شاء الله.